ممتفقين ما بحبش أخدعكم ممكن اسم نقوله يكون لسه النهاردة بدأ الكلام معاه ممكن اسم نقوله يكون معروض ودايما بنوضح وإحنا بنقول ممكن اسم نقوله يكون اتعرض من أيام وعلى طاولة المفاوضات والأهل يكلموا لكن مش شرط هيروح له لكن بنقول كل الأسماء المتاحة على من معلومات بتارد إلينا سواء بقى اقتربت سواء مرشح سواء فيه تفاوض سواء التفاوض ماشي في سكة قريبة أو لا آخر اسمين وصلنا إليهم وتأكدنا أن الأهل بيفاوضهما هما السويسري مارسيل كولر صاحب طفرة منتخب النمسا الرجل اللي قادل منتخب لأول مرة في تاريخ منتخب النمسا للمشاركة في اليورو في يورو 2016 وراجل برضو أداء هجومي رجل بيعرف أنه هو يلعب كرة هجومية وعنده من الناحية الانضباطية ما هو قوي جدا اسم كبير قوي مارسيل كولر لكن بقاله سنتين مش بيدرب لكن نجاحاته كانت أبرزها مع منتخب النمسا ومع الفرق اللي ضربها في سويسرا وتوج معها بيئة دوري السويسري وكان مساعد كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمان ده اللي على يسار الصورة اللي هنا دي اللي جوه اللي على يمينه بقى أكيد عارفين الشكل ده ده فرانشيسكو ده إيزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني السابق لروما والسابق لساسولو الإيطالي وهمسك الاسمين دول تحديدا النديين دول تحديدا لأنه هم دول اللي فيهم كل أو أعظم نجاحات إيزيبيو دي فرانشيسكو اتسمى إيزيبيو بالمناسبة على اسم إيزيبيو الأسطورة البرتغالية رأى من هو كان جناح لكن راجل برضو قوي جدا كلعيب كرة ومنضبط جدا وكانوا برضو من اللعبة اللي بيسموها أصحاب التلات رئات بياخد ناحية اليمين دي من قدامه والخلف تماما ومدرب قوي جدا طريقة لعبه 4-2-3-1 أبرز الأندية اللي ضربها هي روما وبيسكارا وليتشي وساسولو وسامب دوريا وآخر اتنين كانو كالياري وإيلاس بيرونا ورام سامب دوريا التلات رحلات الأخيرة دي لم تكن نجاحة على الإطلاق وآخر تجربة بتاعت إيلاس بيرونا مشي منها في شهر سبتمبر يعني من سبتمبر 21 من فترة مش بعيدة قوي يعني من سنة تقريبا ده فرانشيسكو دي فرانشيسكو اللي قدار 257 مباراة في الدور الإيطالي سجل فيها أندية 348 هدفا واستقبلت 374 هدفا بيسجل كتير لكن بيستقبل كتير فاز في 91 مباراة قدار 20 مباراة بدوري أبطال أوروبا فيها عشرة انتصارات تعادلين 8 هزائم وصل معرومة لنص نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ودي اللي عايز أتكلم معاكم فيها مبدئين كده رحلة نجاح الرجل ده مع ساسولو كانت البداية فيها من أنه مسك الفرقة في السيريا بي في الدرجة الثانية ورح مسك الدنيا والدنيا عليت 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 فكسب السيريا بي وتأهل إلى الممتاز اللي هو السيريا آ وفي السيريا آ الدنيا مشيت معاك ويس جدا وفي أول مواسمه انتقل مع ساسولو إلى الدوري الأوروبي المرحلة المؤهلة لها ثم تأهل إلى دوري المجموعات من الدوري الأوروبي لفت الأنظار بقوة انتقل لتدريب روما في رحلة روما التاريخية في دوري أبطال أوروبا من ثلاثة أو أربع مواسم الرحلة بتاعت لما كسب مجموعة فيها تشيلسي وأتليتيكو مادريد عدى لتنين كان جمال الرجل ده أنه مع روما عنده تنوع كبير قوي وهو بيلعب قدام أتليتيكو مادريد الدفاعي بيضغط ويضغط من قدام بيلعب قدام تشيلسي الهجومي يرجع ويعمل كاونتر أتاكس نفس القصة عملها مع برشلونا برشلونا في الدور الثمانية فاكرين لما كانوا كسبوا روما أربعة واحد بعدها روما كسبوا ثلاثة صفر لما الجول الشعير بتاع مانولاس مانولاس لما سجل في الدين الأخيرة الهدف الثالث برضو كان قدام برشلونا يرجع يدافع أهو يا سلام عليك يا مونير يا عالمي ما اتفقناش انه ينزل الصورة بس هو كان متابع تقريبا بسرعة جدا دي لقطة مانولاس لما كان بيحتفل في مواجهة برشلونا من أربع سنين وصلوا للسلم الفاينال وخرجوا من ليبر بول بسبعة ستة مجموع الماتشين فكانت مسيرة رائعة أي نعم حصلت رحلة كده هبوط مع أندية التالية سواء إلاس بيرونا سامبدوريا كالياري وما تفهمش ليه يعني كانت فيه رحلات منها بتعب بالتلات اربعة شهر ما تفهمش ليه انما دلوقتي غير ان هو مرشح للأهلي والأهلي بيتكلم عليه أو ربما بيكلمه فريق بيروجيا اللي هو خلص معاه لعب كورة في 2005 عايزوا انه يدربوا لكن ده بيلعب سريا به فهل رحلته مع الأهلي ممكن تحصل ولا هيستمر في إيطاليا بالنظر لأن السريا بأول كم جولة كده برضو بتلاقي بيبدأ رحلة تدوير المدربين وممكن تيجي فرصة لعودة فرانشيسكو دي فرانشيسكو إلى التدريب من جديد في إيطاليا هنشوف هل هيرجع لإيطاليا ولا هيكون هنا في مصر من خلال النادي الأهلي بالكلام عن